مرحبا برج السرطان اهلي فيكم في القراءة العاطفية عندنا كارت العربة هذي كارتك انت يا برج السرطان و كارتك خرج عندنا في مشاعر الشريك ثمان الاغصان و كارت الامبراطورة قاعد احس هني ان انت حين هو يشوفك ان انت اللي تمكنت من مشاعرك انت اللي برهنت انك ما تحتاج لأحد انت اللي في النهاية ولو انك كنت ضعيف في اول الانفصال ولكن الحين اصبحت قوي و ابتعد عنه تمكنت انصار عندك التمكن وهو اللي الحين ابتدى يخربط اشوفك يعني افضل منه حالا مشاعر تجاهك يبي يرجع بسرعة يبي يعوضك بسرعة بس مو عارف من وين يبتدي قاعد يخربط الامور مو بس يخربط الامور قاعد داخل في نوع من الطاقة اللي فيها ادمان فيها كثرة التفكير فيها انه يراقبك من بعيد و انت تنجح اشوفك هني انت قاعد تنجح وهو عنده مشاعر لازم ادخل في حياة برج السرطان مرة ثانية وارجع مكاني ابي ارجع الى مكاني احتمال انه ما يقدر يرجع الى مكاني الحين ولكن عنده الكثير من الافكار المضاربة تشويش قلق رغبة في ان يكون معاكب اي ثمن لان الامبراطورة تملك الكثير هي رمز للرخاء فمستعد انه يقدم اي ثمن يتخلى عن اي شخص حتى اي طبع اي شي كان في السابق مراد انه يعطيك اياه او متعبك عشان يعطيك اياه مستعد الحين استعد الحين يتخلى عن كل شي وكل شخص ويرجع على عتبة بابك فمشاعره يتخلى لها الكثير من احس هني عدم صبر عدم صبر استعجال اشتياق السؤال اللي بعدها هل الشريك راضي وسعيد بعد الانفصال خلا نشوف هني الطاقة عندنا اربع الاخصان احس في البداية اول ما صار الانفصال حس انه سعيد حس ان حين انا خلاص قدرت اتمكن اني احصل على حريتي احصل على مكاني الخاص ما خسرت شي بالعكس الحين الوقت المناسب عشان اخسر هذا الشريك هذا بداية ولكن الحين فعلا ابتدت مشاعر الخسارة مشاعر الندم مشاعر ان يحس حتى نفسا انه هو الفاشل لان ما ادري ليش احس ان الطاقة انعكست عليه في البداية كان سهل بالنسبة لانه يتخلى عنك ولكن الحين قاعد يشوف كل زملاء كل الناس القريبين مننا عندهم اشخاص عندهم حبيب فقاعد يهني شنو قاعد يشوف قاعد يشوف الاشخاص اللي في السابق قالوا لي لا يهمك برج السرطان لا تفكر فيه لا تتعب نفسك عشانه فيحس بنوع من الخذلان نوع من النهوان طعن نوع من النقصة وعليه كان غبي لانه مثلا قالوا لي طلق فلان او بتعد عن فلان ولكن اهم علاقاتهم الخاصة حافظوا عليها مشاعر احساسه عشان شذيه عنده رغبة انه بسرعة يرجع بسرعة يرجع بسرعة شذيه مثل طاقة الصبع يرجع كل شي خسره ومن ضمنها انت فيه اشخاص معين فيه رفاق سوء هذا احس في هذا الكرد رفاق سوء ولكن للاسف انه هو لحد الان فارس الارض فارس الارض مثل ما تعرفون بطيء حذر قلق وعنده خوف ووايد حذر ووايد يمشي حسب الكتاب ابيض واسود بما معنى وضع المحيط فيه حين يبيه يرجع لك ولكن وضع المحيط فيه ان امور اللي تخص المادة اللي تخص مثلا الفيزا تخص الاشياء العملية الوظيفة تثبيتها في الوظيفة هاي الامور لحد الان ما ثبتت لدرجة انه تمكنه يرجع لك يرجع لك ويقول لك بكل ثقة ان انا ابيك في حياتي مرة ثانية هنا قاعد اشوفه يبدد في اول لما اقول لك رخاء اشوفه قاعد يبدد امور مهمة عنده في حياته قاعد يتصرف بتهور يتصرف بتهور عشان باي طريقة باي ثمن يرجع لك ولكن حقيقة الوظع انه هو ما يقدر ما يستطيع ماديا لحد الان مو متمكن لحد الان حتى ما يتمكن انه مثلا يقف ويواجه اهله يقف ويواجه الاخرين او على الاقل صوته يقول بشكل واضح انا اريد فلان وما رح اتنازل عن فلان مشاعره موجودة ولكن فعليا ما يقدر يطبق هاي الطاقة لحد الان ما وصل الى التمكن من طاقة الارض اللي بعدها ما هي خطوتها القادمة من فارس الارض يصبح ملك الارض في حل واحد الحل الوحيد لما تكون انت اسست نفسك كونت روحك نضجت بما فيه الكفاية شايل مسئولياتك ما تحتاج احد تعتمد على احد عشان يوفر لك لقوة العيش ووفر لك سبل الراحة خلاص صرت محتمد على نفسك وتحولت من فارس الى ملك تمكنت من طاقة الارض من الاموال حصلت على الوظيفة بعدين انزلين خطوة القادمة ان بعدين اهني يتحرك فعلا اهني يقف ويواجه اهني يقف ما عنده طاقة المواجهة كثير ما انه يقول لك انا الحين مستعد عشان اكون معاك انه يكون ملك بعض يكون مع بعض اكون الحصان الثاني في العربة يتمكن انزلين عشر السيوف في هذا الكرت احسى قاعد يقول لكلام الناس او يرمي كلام الناس كلام هذلين الاشخاص اللي في البداية ما شجعوا انه يواصل معاك ويكون معاك يرمي كلام الناس وحتى ثقته فيهم وفي علاقاته بشكل عام وهذلين الاشخاص يرميها بعرض الحائط خلاص يتوقف عن الاستماع عليهم يتوقف عن ان يظل معاهم الخطوة الثالثة بعد ما يتمكن من طاقة الارض عندنا ملكة السيوف ملكة السيوف هي الانسان اللي تحب الحقيقة احسهني كأنه ما يفتح امامك التلفون يراويك اثباتات براهين مو بس انه ما مستعد يعطيك هذا العرض الكبير عرض الزواج عرض العلاقة عرض الارتباط لا يبرهن لك يبرهن لك يخليك تشوف الادلة بنفسك يقولك مثلا شوف محادثة يرسلك مثلا سكرينشوت او تصوير محادثة مع احد اصدقاعة مع احد من اهله مع احد كان يحاول يوصل كلام عليك يراويك يبرهن لك يفتح تلفون يقولك شيك تلفوني يشوف تلفوني يبي يراويك يبي يوضح لك يبي يخليك انت ثق من مو بس مشاعره مستوى تمسكه فيك يبيك تثق تعطيه الامان امي بالمهني احسي طالبك بالامان وعشان يطالبك بالامان رح يقدم لك كل شي تبيه ادلة اثباتات براهين يقولك اختبرني وانت بعد النصيحة لك انه تختبره لانه كل ما اختبرته عوده رح يقوى هذا الى حد الان عوده ما قوى برج السرطان الحين ننتقل الى مجموعة العزاب اول سؤال من الشخص القادم في طريقك عندنا هني اول كرت بيجوب سورز السيف الصغير هذا الشخص شوية مندفع شوية انفعالي ما يمكن انك ممكن هوائي ولكن اما صغير في السن او مقارب لسنك لانه ما عنده سيطرة كاملة على اندفاعاته على مشاعره على حتى ردات فعلا ممكن دلو جوزاء ميزان ولكن لا احسي هني طاقة برج اخر برج اخر اهو ماخذ الجانب السلبي من الابراج الهوائية عشر سيوف ولكن مقلوبة ووراها عشر الاخصان بالضبط هذا الشخص يأتي من اسرة متواضعة يعني متوسطة مو من اسرة مرموقة ولا شي كبير ولكن طموحه جدا كبير لدرجة انه ما قاعد يتوافق مع الواقع طموحه بعيد عن الواقع يعني لما تسأله شنو وظيفتك ويقول لك الحقيقة وهو وظيفته مثلا ممرض يقول لك انا دكتور انا اخصائي وظيفته جندي يقول لك لا انا مو جندي انا ملازم انا شخص قريب من انا ضابط انا شخص قريب من كل الضباط ما ادري قاعد احسي هني ياخذ طاقة انه هو شخص لما يأتي يتكلم عن نفسه يتكلم عن اهله عنده مشكلة فقطه بنفسه عشان تديح حول يكبر نفسه عشر سيوف مقلوبة يكبر نفسه في عين الاخرين يدع ان اهو مثلا من قبيلة معينة يدع ان اهو ينتمي الى انولد في هذه الدولة انولد في ذيك الدولة ما اخذ رداء مو رداء ولكن كل هاي الكلام اللي قلته انا ترى مو كلام سلبي هذا هو العيب الوحيد اللي اشوفه فيه قلبه طيب مشاعره صادقة ما عنده لعبة ما عنده خيانة ما عنده هاي الامور الثانية ولكن عنده جانب عدم الثقة بالنفس اللي يخليه شوي مواضح شوي يشوف نفسه بضوء مو حقيقي خلينا شوف السؤال اللي بعده ما هي وظيفة وشكلها عندنا الهايروفانتي بالضبط يعمل فيه وظيفة فيها الكثير مؤسسة كبيرة مستشفى اهو مجرد ممرض فيها وزارة كبيرة اهو مجرد مراسل فيها مثلا او موظف عادي شنو قلنا هني جندي ممرض اوكي فهني كأنه ما بعد يعمل تحت في جيش في وزارة الدفاع في شرطة وهو مثلا رتبة عادية يقول لك لا انا ضابط في نفس الوقت ثلاث الاخصان عنده رقم ثلاثة واضح وويد احسي هني طاقة الثلاثة مو طاقة معنى الكرت طاقة الرقم طاقة الرقم ثلاثة عنده مشكلة انه ما يخلص ما يخلص المشاريع اللي عنده وعلى طول يتوجه نحو مشاريع ثانية يعني ما يخلص المهمة اللي المفروض يركز عليها يقعد يركز في مهمة ثانية لازم يسويها بعد شهرين بعد سنتين عايش في المستقبل ولكن عنده الخماسي الاول هذا الشخص مستقبله راح يكون جدا مبهر في ناس عيشون طول حياتهم يتمنون انه يصبحون في المستوى في مستوى الطموح وعيشون طول حياتهم ما يصبحون هذا الشخص راح يصبح راح يصبح حتى اهو اول مثلا شخص في عائلته يحصل على المنصب الفلاني يحصل على الاموال الفلانية على قد طموحه على قد ما اهوه الحين مبعثر طاقة عشوائية طاقة مواقعية على كثر ما ترى راح يعوض راح يحصل اما ما حس عورث احس على وظيفة على منصب كبير على شي جدا بزنس جدا ناجح يأتي لي بالكثير الكثير من الاموال اموال ضخمة في مستقبله توفيق كبير توفيق الهي كبير لان قلت لك هني قلبه ابيض قلبه ابيض ولكن مجرد افكاره مبعثاره مبعثرة انزين خلا نشوف شكله شكله مقبول او حتى وسيم شكليا ولكن مو يتجذب يعني فيه اشخاص شكلهم عادي ولكن لما تشوفهم تنجذب لهم فيهم شي بخصوص ملامحهم فيهم شي بخصوص تعابيرهم هذا الشخص اهوه قلت لك بما انه عنده ازمة ثقة بنفسه شكله بالعكس وسيم ولكن ما يجذبك لانه مواثق مثلا وايد يتحرك وايد يسوي اشياء تستفزك هل هذا الشخص سيء انت اللي تقرر انت اللي تقرر تقدر تعيش معاه رح تقبل عرضه اوكي لان يوم من الايام تشوفه هني واقف ما يملك شي فقير وبعدين يصبح شي وشي كبير فهل تريد ان تصبح انت معاه في هاي الحياة رح تطرق انك تصبر عليه وهو في هاي الوضع اخر سؤال للعزاب كيف تتصرف معاه اربع السيوف لازم تاخذه على قد عقله وتسايره ما في حل اخر مع هاذ الشخص بيقال لك انا ضابط تقول له اوكي لا لا تواجهها لا تقول له انت كذاب لا تقول له انت مفاهم انت غلط انت تحاول تبالغ ابدا لازم تسايره على الدرب اللي هو ما شوفه لانه ترى الدرب اللي ما شوفه ترى صح الناس تشوفونا غلط ينتقدونا يقولون انه هو متوهم بس رح حص الاموال في مستقبله حاول تاخذ السياسة احنا نقول بالسياسة بالاسلوب اللطيف باسلوب الهدوء باسلوب اللي تدلعت غنجة توجهها في نفس الوقت بس بدون ما هو يحس ان انت تحاول تتحكم في طاقة الماء عندنا فارس الماء يعني تحاول بهدوء بمسايرة بدلع باسلوب لطيف اقناع باسلوب لطيف ودائما لازم يحسك ان انت حليفة مو ضده وما تعارضه مهم جدا انزيل لان هذا الشخص رح يكون عنده ولاء للاشخاص اللي عمرهم ما قذوه حتلو بكلمة حتلو الكلمة كانت لمصلحتها بس ما قالوها ما قالوها رح يكون ولاء لهاي الاشخاص الخماسيين خليك مرن معا وفي نفس الوقت كأنه هنا تتارو عندك خماسيين في يدك البقاء او الرحيل انت في النهاية اللي في يدك انه تبقى مع هاي الشخص تقبل عرضه او على الاقل كأنه ما هنا نصيحة لك اذا ما تقبل عرضه على طول خليك معاه فترة عشان تكتشف عشان تشوف راقب راقب بدل ما تقول له اوكي خلاص رح اقبل عرضك راقب تفرج لفترة جرب جربة النصيحة لك هنا انه تجربة قبل ما على طول انك تحاول انه تاخذ قرار نهائي بخصوص الموضوع ننتقل حين الى مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم حبيبي كيف يراك الشريك خمس الاخصان عندك اشياء تقلقك ولكن شريكك تشوف انه ما لها داعي مشتت تفكيرك قاعد تقلق نفسك وتشيلها ما لها داعي مثلا تفكر في اشياء انت ما تقدر تتحكم فيها مثل الجو مثل في اشخاص سيئين احنا ما نقدر نتحكم في الناس مثل في ناس يحاولون يأذوننا احنا مبعد ما نقدر نتحكم في الناس هاي القلق شريك تشوف انه انت عندك قلق خلال هذا الشهر موجود وحاضر محب واثبت نفسك معاه ولكن ملك الاكواب يثبت نفسه عن طريق الافعال افعالك ما فيها اي غلط ولا اي نقص حتى ولكن كأنما شريكك يقول اهني اتمنى افتقد الكلام اكثر اوكي طاقة المشاعر طاقة اللي ايه طاقة اللي اتبين له كأنا ما هني شاركه يقول انت يا برج السرطان خلال هذا الشهر كأنك مشغول عني هل لحد الان انا الحبيب بالنسبة لك اذا انت تقول لقيه بافعالك كل يوم وهو يقول انا مفتقد الكلام اربع الاخصان صاير شوي منغلق على نفسك يمكن خلال هذا الشهر تقوم بالعكس تقوم بكل واجباتك وموجود وحاضر جسديا موجود ولكن في امور شغلة بالك ومنغلق على نفسك ما قاعد تشارك شريكك بكل المخاوف كل القلق كل الاشياء اللي السيئة اللي تشوفها طول اليوم مثلا تخاف تقولها ما تب تقولها لانه ما تب تدعب شريكك يقولك اتمنى انك تفتح لي قلبك وتخليني شوي اشيل عنك هذا الحمل والاشياء على الاقل لتقلقك انزل السؤال اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا كارت برج الاسد القوة قوتك انك قوي لا امزح قوتك ان انت مسيطر على ردات فعلك انت برج السرطان هادئ ومثل الاسفنجة تمتص هدوءك او قوتك تكمن في هدوءك بعض الابراج تكون منفعلة تخرج منها كلمات تخرج منها في اشخاص تشوفهم هني حاولي اذونك انت والشريك او حاولوا او لهم تاريخ اسود ماضي اسود معاكم انت والشريكك عندك قدرة على المسامحة عندك قدرة ان تتحمل وجودهم في محيطك لحد الان شريكك معجب بهذا الشيء ان انت متحكم بنفسك متحكم بهدوء النجمة ايضا من الميجور اركانا من الكارتات الرئيسية هذا كارت برج الدلو من نقاط قوتك ان انت جدا منفتح العقل خلا نشوف صفات برج الدلو انت شكلك بتاخذها خلال هذا الشهر منفتح العقل تعرف شلون تخلي الاخرين يحلمون يغيرون معاييرهم بدل ما يحط هدف هذه الشجرة يحط هدف هذه النجمة اعلى يطمحون اكثر يحلمون اكثر تقيدهم نعمل القيادة نعمل لانه دائما كانوا قلون النجوم كانوا البحار يستعينون فيها من اجل الابحار هذه ايضا من نقاط قوتك مع الشريك تزرع تزرع بذور صبور مع الشريك مو عجول ما تطالب الحين المفروض جدي الحين المفروض جدي بالعكس تعمل مع الشريك تقدم وياه تزرع وياه مستعد انك تصبر عليه تعطيه لما هو يكون ما عنده لما يكون محتاج انت تشيله طاقة اللي راح اشيلك لما تكون تعبان مو مشكلة انا فعلا شريكك من نقاط قوتك ترى شريكك قاعد يشوف منك هذه الصفة وقاعد ياخذها بعين الاعتبار يعني مو ناسي وكفتك معه اوكي اخر سؤال كيف التوافق بينكم خلال الشهر انت راح تكون قيادي اكثر خلال هذا الشهر عندك هني كرتبرج الدلو عندك هني ملك السيو طاقة هوائية راح تكون عندك مشاغل كثيرة هاي اللي عرضك لطاقة شخص شوشونك محاط بالكثير من الاشخاص عندك الكثير من المهام ويد اشخاص يعتمدون عليك خلال هذا الشهر فهل هذا شي راح يأثر على علاقت كم لا لانا عندك الغصنين علاقتكم راح تكون قوية متينة مستمرة التعاون حتى يزيد فيها التفاهم الانسجام الغصنين هو كرت الشريكين اللي يمشون مع بعض بانسجام تسع الاخصان التحذير والنصيحة الوحيدة لك ان انت ما تنغلق عن نفسك بحيث هنا هني عندك وايد مهام تب تقول الاخرين انا اقدر اني اشيل هك لها ولكن لازم تشارك ولو جزء بسيط من هاي الهموم التعب مع شريك راح اقول لكم قصة سمعتها في احد الوثائقيات تعرفون الاميرة ديانا وزوجها توقع الامير شارلز شلنا اسمه شارلز قصتهم المهم لما كانوا في بداية الخطوضة او بداية الزواج اخذ الابرة من هاي القصة ان الاميرة ديانا كانت مو متعودة على الاعلام والمصورين وهاي كلهم اللي ينتظرونها عند الباب ما تقدر تدخل في السيارة كانت دوء خبر تعرفهم او زواجهم يبتدي كانت تقريبا 30-40 مصور لما تطلع من شغلها تشوفهم جدامها وتعرفونها هي اميرة طيبة انسانة طيبة سوري ومو عندها حتى اي حب للمظاهر او التلفيق عشيقة او صديقة الثانية ما عارف شون اسمها اللي حين تقريبا اكثر الناس ما يحبونها ويكرهونها كانت على وشك في مشاكل مع زوجها هي ايضا من العائلة قريبة من العائلة الملكية استقراطية شي جدي كانت على وشك الانفصال من زوجها وكانت تقريبا في ثلاث اربع مصورين عند بيتها كانت الاميرة ديانا ما تقول الاميرة عن الصعوبات اللي تلاقيها الامور اللي تشوفها في يومها لانا تقول ما بي ازعلها ما بي اخلي يشيلها ما بي يتعب غلط شفتوا الحداد لازم يضرب الحديد عشان الحديد يصير قوي بالعكس احنا لما يقول بالريح الريال احنا قاعدين نشيل من عندها بالعكس شيء قوي احب ترى الريال انه يشيل المهام الصعب فهذهك الثانية بينت في عينها افضل منها من اميرة ديانا شلون كان يتصل في الاميرة ديانا في محادثة معها يقول لها مسكينة فلانا طبعا لحد الان ما كانوا في علاقة واضحة والاميرة ديانا ساذجة فيقول لها مسكينة فلانا تخيلي ما تقدر تطلع وتقوم بامورها اليومية ومسكينة ان هي عندها مصورين امام بيتها ثلاثة اربعة اميرة ديانا هني تستغرب وتقول لها حتى ما قالت له هي تقول في الوثقة انا حتى ما قلت له بس انا استغربت منه لان انا كنت عند شغلي كلمة بياطلع ما قدر اطلع ما قدر اتحرك كان عندي ثلاثين اربعين مصور شوفوا الفرق بين الرقم لكن الغلط في التصرف اوقات انتنيتك افضل انت المصاحب اللي تمر فيها اسوأ ولكن ما تتكلم ما تعبر انا ما اقول لك اشتك ما اقول لك لوم الشريك ولكن اشركه في امرك لازم يحس يقدر ان انت تمر باشي صعبة وكلها متحملها ببراعة مالك السيوف بارع بارع يقول لك انت تتحمل الهموم وكلشا والمسؤوليات ببراعة خلي قدرك عن طريق ان انت تتكلم شوف هذاك عندهم ثلاثة اربع مصورين ومسوية الموضوع قصة كبيرة وقعدة تلوم وقعدة هذا فحس الامير بتعاطف نحوها هذيك الامير الديانة كانت ساذجة طيبة نواياها طيبة فكانت ما تتكلم ما تقول فكما اصلا ما كان يهتم للمصاعب اللي تشوفها بحثنها جديدة على عالم العائلات الملكية وعلى عالم الاعلام والحياء اللي فيها ضجيج وايد واهتمام عرفتم لازم تتكلم هذي هي الرسالة لك خلال هذا الشهر عزيزي برج السارة هذي كانت قراءتك العاطفية اشتركوا في القناة